فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية العيد يكون فيه عبادة ويكون فيه عادة يكون فيه عبادة وذلك بصلاة العيد في عيد الفطر وعيد الأضحى وفيه أيضا دفع صدقة الفطر في عيد الفطر وذبح الأضاحي في عيد الأضحى ففيه قربان وعبادة وفيه عادة وذلك بتدرب على السلاح والجهاد وآلات الجهاد كما كان الحبشة يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالدرق والسلاح وقرهم على ذلك لما فيه من التدريب على الجهاد وتعلم السلاح فإذا كان اللعب مفيدا فلا بأس به أما إذا كان اللعب فيه له فإنما يتجنبه المسلم ويترفع عنه أما إذا كان اللعب محرما فهذا على كل حال يتركه المسلم لا يجب المسلم أن يفعل الحرام وإنما يفعل المباح ولا يكثر منه في هذين العيدين ترجمة نانسي قنقر